الى اسبانيا الان حيث تويج البرتغالي كريسيان رونالدو نجم فريق ريال مدريد المرة الثالثة بجائزة فيتشيتشي كافضل هداف في الدور الاسباني لموسم 2014-2015 يعادل رقم نجم برشلونة ليونال ميسي الذي فاز بالجائزة في ثلاث مناسبة ايضا وانال رونالدو جائزة خلال حافل اقمت صحيفة ماركا في مصر حقوية بمدريد اليوم وذلك بعد ان احرز الموسم الماضي 48 هدفا في 35 مباراة بالليجة مع معدل 1.37 هدفا في المباراة الوحيدة من ناحيته فاز لعب ريال مدريد الآخر سيرجو راموس بكأس لويس اراجونيس الذي يمنح لأفضل لاعب في المنتخب الاسباني لكرة القدم اما المدرب ريال مدريد السابق كالوانتالوتي فاز بلاقب ميغيل مونيوز الذي يمنح لأفضل مدريد في الدوري من هذا وفاز الارجنطيني يونيل ميسي بلقب افضل لاعب في الدوري الاسباني بينما نال كلاوديو برافو جائزة افضل حارس مرمى وغاب ميسي وبرافو عن هذا الحفل يشرفني كثيرا اللعب في الدوري الاسباني وانا ساترك بصمتي فيه هذا امر ممتاز اريد البقاء هنا لموسمين اخرين ثم سنرى ما يحصل بعدها في المستقبل سابقى سنتين لان عقدي ينتهي بعد عامين وانا ملتزم بالبقاء الى نهاية تعاقدي هذه جائزة كبيرة بالنسبة لي ان افوز بلقب لوي ساراغونيس لقد كان مدربا ترك اثرا كبيرا على مشواري معاكرة القدم هذا واحد من اكثر المدربين الذين اكن لهم كل الاحترام اشتركوا في القناة